موسيقى مصر خير لبنان وطن الرسالة وأرض القديسين وهو كان على موعد هذا الأسبوع مع القديسة إذا احتضن ابنه الكاردينال الباتريارك كريكور بيدروس الخمس عشر أغا جانيان بعد 53 عام على وفاته وبعد سنتين على الاحتفال بإعلان بداية دعوة تطويبه ببازليك القديس يوحنا بلاتران بروما بتشرين الأول لـ 2022 ونقل جثمين الكاردينال الذي لا يزال سليما بعد حوالي 53 عام على وفاته من المطار حيث فتح ووضع في تابوت زجاجة ونقل إلى ساحة الشهداء حيث عرض مفتوحا حتى نهاية الاحتفال ومن بعد نقل إلى ضريحه في الكنيسة التي بناها في ساحة الدباس في كاتدرائية ماري جريكوريوس المنور ومارليس النبي للأرمن الكاثوليك ويبقى مقفلا إلى حين إعلانه طباويا وهذه كانت وصية أغا جانيان بعودة جثمينه إلى لبنان الذي انتم إليه كمسقط رأسه وكان لبنان في قلبه دائما بخدمته حياة الباتريارك كانت تشسيط حي لقيم العدالة والرحمة والتعايش بين الناس ولعل هذه المناسبة تكون رسالة أمل وشعيع قديسة يخرق السواد الذي يعيش هذا البلد الذي أحب الكاردينال وافتخر بجنسيته ونبط بيروت اليوم عبر الأوتيهي رح تكون حلقته مخصصة أكثر للإضاءة على حياة الكاردينال أغا جانيان ودوره بلبنان وأهمية القديسة بحياتنا مع الباتريارك رفائيل بيدروس الحادب العشرون من أسيا كاثوليكوس باتريارك بيت كريكيا للأرمن الكاثوليك اللي رح ينضم إلينا مباشرة من الباتركية مساء الخير سيدنا وأهلا وسهلا فيك عبر الأوتيهي مساء الخير يعطيكم ألف عافية سيدنا أول شي نحن نتشرف أنك تكون ضايفنا نحن نتشرف أنك تكون ضايفنا لسيما أنه كنيسة الأرمن الكاثوليك عم بتقدم طباوي جديد باتريارك الأمس قديس الغد كما أحببته أنه تسموا هذا الحدث سيدنا أذا بدنا نحكي عن أهمية عودة هذا الكاردينال الذي أحب لبنان كثيرا إلى لبنان ووضعه بالكنيسة التي بنيها في سحة الدباس شو بتخبرنا أكتر عن أهمية عودة هذا الجسمان وعن حياة هذا الكاردينال طبعاً أول شي بتشكركم من كل قلبي على هالمناسبة الحدوة اللي عم تعطوني أنه نحكي عن كاردينال غرجانيان مثل ما تفضلتي وقلتي كان متعلق كثير بهالبلد هذا البلد لدرجة أنه كان بيعتبره كوطن لأولو وبعدين بدنا ناخد معين الاعتبار أنه هو كان بترك قبل استقلال لبنان يعني من سنة الأربعة وثلاثين هو يكبترك طائفة الأرمان الكاتوليك باللبنان وبعدين سنة الألف وتسعمائة وتلاتة وأربعين يوم استقلال لبنان هو كان من أول الشخصيات اللي كان ماشي مع رئيس الجمهورية زي بنقدر نقول بشارة الكوري ومن بعد منه كمل مجال سيرته بخدمة الشعب وبالأخص ما تنسي كمان أنه بعدها كانت المجازر الإبادة الأرمانية كان بعدها جديدة والجرح كان عميء وكان كل الأيتام اللي كانت واصلي لبيروت هو كان من الأول الأشخاص اللي زارهم واللي كان طول الوقت قريب من كل هالفقرة والمعددرين والأيتامة لدرجة أنه كل أشغال وأعماله كانت اجتماعية وروحية ونوعا ما وطنية فهالشعب اللي إجا كيتيم صار اليوم من أبناء هذا الوطن ومتجازرين بهالوطنية بعدين في نقطة تانية كمان مهمة كتير أنه وجود الأرمان الكاتوليك بلبنان منذ عصور من سنة الألف وسبعمية فلذلك ما بظن أنه الكاردنال كان بيقدر يحس حاله غريب مع أنه هو من موليد جورجيا فلذلك كمان بنقدر نزيد أنه تفضل أنا عم بسمعك لأنه في شوية دي لاي بالصوت بيني ومن عند حضرتك تفضل أوكي فبقول أنه طبعا مع كل هالقصص الحياتية اللي مر فيها هو كان من الأشخاص اللي أكتر شيء يشتغلوا نوعا ما بالمجتمع اللبناني وبعدين هو كان من الأشخاص اللي بصفته رئيس عقيدة الإيمان بالفاتيكال هو كان أول شخص كمان اللي قدر يثبت السفارة البابوية بلبنان وكثير من الأشياء الحياتية كان دائما الكاردينال في أول الطريعة لخدمتها البلد نعم سيدنا حكينا عن أهمية إلى أي مدى مهم وصول جثمانه إلى لبنان الجثمان الذي بعده سليم منذ 53 عاما هذه الظاهرة هي علامة من علامات القديسة طبعا كما الأخ استفى النعمة من الكنيسة المرونية إلى أي مدى هذا الشيء كمان ساعد بالدعوة في تكريمه ودعوة التطويب إلى حين تقديسه طبعا هذه إلى قصة شوي قديمة من 53 سنة لما توفى سنة 1971 كان بزاة الأيام الوداع اللي كان محطوط جثمانه بالكنيسة والناس كان بتجي بتاخد بخاطره وتمره كان هالجسمان كان عم بيعرع فلما عرفنا بهالموضوع طبعا الرواصة بهذه الأيام ما حبت أنه يعطى ضوء على هالقضية فلذلك راحت واندفنت معه بينما رجعت أنا وصلت لسدة البطرياركية بما أنه كنت شاهد على هالفعاليات فحبيت أنه في سبيل الحشرية كنت بريدة أعرف أنه هل يا طرى هيدا الشخص بعده على مكان قبل دفنه فلما اكتشفنا هالوضعه شفنا أنه جسمانه بعده على متل مكان بشيء واحد اللي متغير فيه هو اللون اللي كان مثل اللون المومية ولكن كامل الأعضاء كامل الجسد فلذلك حبينا أنه نقدم هايدي الفكرة لتأديسه طبعا رحنا لكل المراكز المسؤولة عنه أداسة الأشخاص بالكنيسة الكاتوليكية وبدأنا بشرنا بهالدعوة لتطويبه وتأديسه سيدنا أين أصبحت مراحل دعوة تطويب؟ هلأ رح ندل نحكي معك بهذا الموضوع قبل منفوط عن حياته وكيف كانت حياته مهمة ببناءه للميتم والمعاهد والكل الأشياء اللي بنيها إنما إذا بدنا نفسر للمشاهدين اللي عم يشوفونا دعوة التطويب مثل طبعا بالكنيسة الكاتوليكية والمارونية خادم الله مكرم طباوي ومن بعد قديس أين أصبحت مرحلة قديسة الباتريارك أغجانيا؟ نحن أنهينا أول مرحلة نحن هلأ بالمرحلة الثانية ليكون مكرم ثم طباوي فلذلك نوعا ما لازم نعتبر كمان أنه عجيبة من العجائب اللي أنا باعتبرها لأنه لازم نأخذ بعض الأشياء كإشارات كمناسبات لنقدر نحن نعطي أهمية للواقع فمبدئيا بأول مرحلة ممنوع أنه يفتح النعش وممنوع أنه ينقل من مكان إلى آخر فبكل بساطة وبكل سهولة نعطى الإذن أنه نحن نقدر ناقده ونجيبه في آخر مرحلة أول مرحلة من خادم الرب ثم نعطانا كمان السهولة أنه نبرز جسمانه للشعب ليشوفه ولولا مرة وحدة لأنه كانت هذا كان استقبال وطني ونحن كنا مركزين على هالنقطة لأنه نحن مقتنعين كل القناعة أنه هالشخص مش تابع بس لطايفة الأرمى الكاتوليك هالشخص هو للكل والأديسين عادة ما بيتبعوا طايفهم الأديسين هن من قبل ربنا الواسطة ليساعدون في حياتنا ليساعدوا البشرية لتقدر توصل لهال مصالحة اللي نحن نهتم فيها ومنحب أنه البشر كلهم يكونوا سعداء في حياتهم الزمنية وفي حياتهم الأبدية فلذلك وجوده هالمرحلة لقدومه إلى لبنان كان بعض برا أنه عجيبة لكل التسهيلات اللي صادفناها نحن لا قدرنا نحن نجيبه لهوني سيدنا كنت حضرتك عم تقول أنه أحد الأعجيب أنه قدرته تجيبوه وجثمانه يكون كامل وتعرضوه لأنه هذا ما منه عادة اللي حين أعلنه تباوي سيدنا ما أهمية كان أنه تعملوا احتفال وطني وليس قدس كمجارية العادة قدس ديني برتبة كنسية إلى حين وصوله لماذا أصريتم حضرتكم أنه يكون احتفال وطني وليس فقط قدس لأكون صريح معكم مش أنا اللي حبيت إنما لما أنا قدمت الوضع لرئيس الحكومة بزيارتي اللي عنده أنه فيه عندنا هنية أنه نجيبه وبعد ما اطلع على حياته فقال هذا شخص وطني هذا مفروض أنه نحن نستقبله وطنيا فحبزت هذه الفكرة وبعدين بعد ما عملت الزيارات لكل رواساء الطواف والرواساء الأحزاب فشفت أنه هالإرادة هي إرادة شعبية إرادة شاملة ومثل ما شفته كمان بهالاحتفال تقريبا الجميع الكل كانوا موجودين إكراما وتكريما للكردينال غجانيان فبظن أنه هالفكرة اللي انطرحت كانت الفكرة الجيدة أنه حقيقة هالشخص اللي خدم هالوطن هالشخص اللي عطى قسم كبير من حياته في خدمة لبنان ولمصلحة لبنان ولحل مشاكل اللبنانيين في الماضي هذا كان بيستاهلوا أنه يكون حقيقة رجل هالوطن وطبعا هالمناسبة كمان كانت نوعا ما أنه نرجع نقيم الحياة الاجتماعية للعائلة اللبنانية اللي هي من أمة ألفة من كل هالطواف اللي كانت موجودة وبعدين حتى كمان حمل النعش من جميع أفراد الطواف الموجودة في لبنان كانت الإشارة لهالمحبة ولهالتعلق ولهالإخلاص الموجود بين اللبنانيين بين بعضهم رغم كل الصعوبات وكل الخلافات اللي بتقدر تكون سياسية أو اجتماعية أو أي من كان لا نزال نحن متماسكين مع بعضنا ومنحب هالوطن ونحن دايما في عندنا هالاستعداد والانفتاح وهذا هو الطبع اللبناني هذا الكاراكتر اللبناني أنه نحن دايما منكون منفتحين لأي لأي اسلوب لأي تطلب أنه نقدر نكون حقيقة نركز على انتمائنا وعلى وطنيتنا وعلى تذكرتنا سيدنا قبل ما أرجع كمل مع حضرتك رح نروح لبريك قصير حوالي دقتين ثلاثة وأرجع من بعده لنحكي نبذة عن حياة الكاردينالي اللي هي كتير طويلة لما بصر لك تطلع شوي عليها بتحس قديش يعني من بعد البطريارك دويهي بطريارك للكنيسة الأرمن الكاثوليك أيضا هذا الشيء بحسسنا بأهمية وجود بطاركي قدسين في حياتنا ويكونوا مثال لأينا ولنحكي أيضا عن أهمية هذا الكاردينال بالنسبة للبنان وكم نحن بحاجة إلى قدسين في هذا البلد وفي هذا الشرق بريك صغير مشاهدينا وبرجع من بعده لكف حلقته الخاصة بالبطريارك أغجانيا رجعنا لكم مشاهدينا بالقسم الثاني من نبط بيروت اللي يرجع ينضم إلنا أكيد البطريارك مراسيا سيدنا مساء الخير عن جديد سيدنا إذا بدأ نحكي نبزة عن حياة الكاردينال أغجانيا نعرف أنه ولد في جورجيا بس كيف كانت مسيرة حياته لحتى صار بطريارك الأرمن الكاثوليك في لبنان لحتى كان من أول مؤسسي السفارة لحتى مثل ما قلت لنا حضرتك كان أول من مشى مع شخصيات الاستقلال عام 43 كيف تدرجت مسيرة حياته الكهنوتية وخدمته العامة طبعاً مثل ما تفضلت إلتي أنه من عمر 8 سنوات 9 سنوات انبعت كالروما مثل كل البطارك اللي كانوا بالزمنات لما بيشوفوا الولد أنه زكي كانوا بيبعتوه ليدرس وبالأخص لما كان بيكونوا راب من الكنيسة في خدمة الكنيسة هذا الطفل مثلاً بجورجيا مع الخوري الرعية تبعه كان عنده يومية كان بيروح على الأداس لا يخدم الأداس تصوري بعض الأحيان كان بيكون قبل الخوري الرعية ما ينزل بيفتح باب الكنيسة هو كام بيكون قدام باب الكنيسة ناطر أنه تفتح الكنيسة أبوابه ويفوت ليخدم الأداس ويصلي فلما على هالأطباع وعلى هالكاركتر اللي كان عنده إياه طبعاً الخوري تشجع أنه يبعتو ليدرس أكتر ويتقدم بعلومه فلما رح إيطاليا كان بالأوربانيانا المدرسة اللاهوتية اللي عادة كانت تتقبل كمان للدعوات الصغيرة وبيكبروا بهالدير بهالسيمينير لبينما يوصلوا لدراساتهم الفلسفية واللهوتية والاختصاص فبهالعمر بيجي أداسة البابا لأنه هذه مدرسة بابوية بيزورهم وبما أنه كان أصغر التلميذ رئيس هالمدرسة أو هالجامعة أعطاهم دور أنه هو يعطي كلمة الأهل وسهلة لأداسة البابا بس بيعبر بشكل كتير خاص باللغة الإيطالية فبتعجب كتير أداسة البابا وبيسأل عنه أنه هذا وبعدين بيتمنى لكل التلميذ أنه تصيروا مطارين وكرادلة وإلى آخر فبتركنا الكاردين على الغجانيان هو طفل بيبتسم لما بيشوف ابتسامته أداسة البابا بيقوله أنت كمان راح تكون بطرق وراح تشتغل كتير منيح بهالكنيسة والكنيسة هي اللي بدأ بعدين تحكي عنك وهيك اللي صار تقدم بعلومه وخلص علومه صار ارتسم كاهن ودرس بالجامعات كمانونيك بإيطاليا بالجامعات الفاتيكانية ومن ثم فيه فصل من وصول الحياة الرعوية أو الحياة البطرياركية مش البطرياركية بس الدير بزمار كان فيه عندهم بعض المشاكل مع الخاصة بينهاتهم بين البطرياركية وبين الدير فمبعد الآب غزاروس اللي هو كاردينال كريكورا غاجانيان إلى بيروت لا يقدر يشرف على كزائر فاتيكاني فبعد ما صلحهم أو حل المشاكل الموجودة بيناتهم حبوا وتعلقوا فيه واختاروا مطران ثم بعد سنتين عملوه كمان بطريارك وعلى هالشكل مباشر حياته البطرياركية بلبنام من هالظروف الاستثنائية اللي صارت بحياته أو بحيات الطايفة الأرمان الكاتولي بعدين طبعا الظروف الاشتماعية اللي كانت والظروف السياسية والحروب اللي كانت موجودة بهاديك الأيام طبعا هايدي كمان عطته المناسبة أنه يقدر يكون أقرب بكتير لمصائب الشعب ويكون قريب من الشعب بدون أي تفرئة بين أي طايفة من الطايف كل محتاج كان بيدأ بابه كان بنال الجواب اللازم لحل مشاكله فمع ذلك إذا بدي أحكي بس عن حياته الشخصية كمان طبعا نحن كنا أولاد لما بالخمسينات لما كان بيجي بيزورنا بالدير ما كنا كتير راب كنا منشوفه مثل الرجل الكبير الرجل العظيم بالكاد نقدر نقرب منه نبوس إيده وناخد بركته بس صار عنا المناسبة بروما نعيشه خمس سنوات لما كنا عم ندرس الفلسفة واللهود والاختصاص فكانت علاقاتنا كتير قريبة معه وكنا بنشوفه بحياته الواقعية اليومية بتواضعه بالسامبليستي من البساطة الحياتية اليومية بابتسامته نعم وبعدين بتشوفيه انه مثلا صلاته دايما مع انه بيحكي معك بس هو بذات الوقت كأنه مندمج مع ربنا وكنا بنشوفه هيدا كتير مع كل الاصعوبات الي كان بتجيه ان كان بصفة الشغل او المسئوليات الي كان هو اخذ علاعته وبالاخص هو كان مسئول عن العقيدة الامام بالكنيسة الجامعة الرسولية يعني مسئولية كبيرة هو كان ممثل البابوات يعني هو لانه بهذه الظروف على ايام البيوس الثاني عشر البابوات ما كان تطلع مرات الفتكا فهو كان بيروح بمثل اداسة البابوات لبابا بيوس الثاني عشر ويحنى الثاني عشر لبينما اجا بولوس السادس مع بولوس السادس تقريبا لأول مرة بولوس السادس بيطلع عن حدود الفتكا بزيارته للإدس وبيرافقه الكاردنال الغاجانيان الكاردنال الغاجانيان بعدك الايام كان بيسموه البابا الاحمر البابا روسو لانه الكراد اللي ككونه كانوا بيلبسوا احمر فهو بمانه كان مسئول البابوات كان بيعتبروه ويستقبلوه مثل كل البابوات اللي كان فيما بعد بلشت تزور البلاد والأوطان والشعوبة بالعالم فكل هالصور اللي عم نعيشها نوعا ما هذه رغم كل هالعزمة وكل هالمسئوليات وكل هالصعوبات اللي هو كان بيتحملها كان عنده بساطة رهيبة كأنه ولد تصورين بقدر اعطيكم كمان هالصورة كتير حلوة كان في مرحلة من المراحل بالستينات الكنيسة كانت قدام مشكلة كتير عويسة وكان عم بيفتشوا على حل وكان الفاتيكان عم بيتأخر بيعطاء جوابه لهال مشكلة اللي كانت اللي هلا ما بتذكرها بس بعرف انه كان فيه مشكلة كتير كبيرة وكل الجرائد والتواصل الاجتماعي اللي كان بهديك الأيام كلهم كانوا عم بيكتبوه ناطرين انه شو موقف الفاتيكان ويوم الأيام شفناه على الجريدة الرسمية للفاتيكان اللي هي الأوسيرباتوري رومانو الحل موجود والجواب النهائي معطى من قبل من قبل الكنيسة الجامعة الرسولية فركبنا نحن كتلاميذ لهطيين الى كاردينالا غاجانيان اللي كان بالجنينة عم بيتمشى وعم بيعمل صلواته انه عم نخبره بهالخبرية الحلوة انه الفاتيكان عطى جوابه وفيه مآلة كتير طويلة بالجريدة الرسمية تبع الفاتيكان هو كمان بندهج معنا بيقول اوه هاي شو حلو برافو برافو للفاتيكان واخيرا قدر يعطي جواب ونحن انبسطنا انه نحن عطيناه الخبر لانه هو ما كان عنده خبر بعدين بعد الظهر بنشوف الريس بيقولنا صاحب المقالة هو الكاردينالا غاجانيان يعني الى اي مدى تواضع في هذا الموضوع تواضع منبساطة كيف بينزل نعم نعم سيدنا اذا بدأ استغني من فرصة ايضا نحن عم نشوف انت وحضرتك عم تحكي عم نشوف صور عم نشوف الصور هو كيف كان بالفاتيكان وبحياته بلبنان سيدنا اذا بدأ استغني من فرصة هون لا احكي عن وضع المسيحيين في هذا الشرق ولسيا مع الارمن والارمن الكاثوليك تحديدا قلتل ان انتم منذ عصور بلبنان انتم منذ عصور متجذرين بهذا الارض الى اي مدى هلأ بكل هوامس التهديد وبكل هوامس تهميس المسيحيين الى اي مدى الارمن يتثبتون ويتشبثون بهذه الارض اكثر فاكثر بكلمة واحدة بس بقولك يا نحن هون وراح نضلنا هون بس لازم ناخد كمان تاريخنا بهال الظروف من سنة الالف وسبعمية وجاية لأيامنا هايدي مش بس هالمشاكل اللي نحن عم نعيشها اليوم بالماديات وبالسياسة وبكل الصعوبات الاجتماعية والوطنية والمحاصرات اللي عم تجينا من جميع الانحاء كل هاودي مرأوا ايام صعبة اكتر واكتر بالماضي صار في مجاعات صار في حروب صار في اشياء كثيرة بهالوطن ورغم ذلك الدير كان شامخ على على جبله وما تركه البلد لا لا كهنة ولا كناس ولا شعر بيغيبوا بس بيرجعوا وهلا كمان في كتيرين مثلا غيبين بس ولا واحد على معلوماتي لا باع بيته ولا باع بحله ولا ترك اراضي بيروح بيشتغل برا وبيرجع على لبنان صعب كتير انه ايا كان مش بس الارماني ايا كان ما بزن انه بيقدروا يتخلوا نهائيا عن هالوطن رغم كل الصعوبات وكل المحن اللي عم بتحيطنا واللي بده تحيطنا لبنان غير لبنان لما اداس البابا بيقول رسالة نعم هو رسالة رسالة خاصة وهو اللي بيشهد قدام العالم بقيمه المسيحية بقيمه الاجتماعية بقيمه الانسانية هذي غنى لا يستغنى عنها لذلك ما بزن انه الارمان الكاتوليك او الارمان او غير الطواف رح تترك هالبلد نهائيا سيدنا هذا الغنى يلي تحدثت عنه وال18 او 19 طائفة الموجودة بلبنان ويلي متل ما قال قديسة البابا القديس شحنا بولستانة انه هو اكثر من بلد هو رسالة رسالة سلام وتعايش وحب الى اي مدى بهذه الازمنة اللي نحن فيها عم بيضلوا هاك لبنان ورح يضل هاك رغم كل شي عم بيجربوا يعملوا فيه وابواب الجحيم لن تقوى عليها بالاخر مثل معا يسوع عن كنيسته نضبط وانا بأمن بهالشي والاشارات الاشارات كتير واضحة قدامنا عم نشوف انه الرغم كلها للصعودات الشعب بعده متماسك مع بعض البعض بعد منفتحين على بعضنا بعدنا عم نعمل عم نعيش مع بعضنا وهيدي اي اي خصم بالعالم بيقدر يجي يمر و بيروح بس نحن رح نبقى ما بزننه هالوطن وبالاخص متواغزين اذا برجع بقول كمان ما بدي يكون طائفيا كمسيحي لا اكيد ارض القداسة ارض القداسة القديسين ومش بتاركهن بس القديسين صحيح في كتيرين قديسين نحن بجوز ما عم نحط الأنوار عليهم بس عايشين بأداسة وبطهارة وبمحبة وبتضحية هذه كلهم موجودين على هالأرض وبشفاعتهم نحن اليوم عم نقدر نضاين قدام كل هذه الصعوبات الموجودة نحن بشفاعت هؤلاء القديسين سيدنا مثل ما قالت القديس شربي القديس رفقة نعم طالله الحردينة ابونا يعقوب الأخ قصطفان وكتار كتار غيرهم ما كانوا بطاركة كانوا شعب عادي يلي كان منه النساك يلي كان يشتغل بالأرض هيدول يمكن نموذج اللبنانيين بعدهم بيحتزوا فيه وبعدهم بيقولوا أنه نحن بأرض الأداسة وبلد القديسين وما رح نترك لو أدمى كانت الأعباء كبيرة علينا مضبوط وبعدين مش بس بالماضي أو بالأداسين اللي عنا بعد فيه أداسين كمان جايين قريبا وراح نكون حقيقة نبتهج ونفرح فيهم كمان لأنه ما بنختم بهالاحتفال اللي مرينا فيه من يومين لأنه في عنا بعد ديسين جايين عن طريق شهر الجاي وسنت الجاي وفيه فيه كتيرين من اللبنانيين اللي بعد بدهم ينذكر اسمه ويشع نورهم على هالأرض لا أنا من ناحيتي أنا أكيد ومؤامن عنقا قلبا وربا مثل ما بيقولوا بأداسة هالأرض وبطيبة للشعب وبوطنية الشعب رغم كل الصعوبات اللي بتمر علينا بدأ أرجع شوي للكاردينال أغاجانيان قلت اللي هلأ هو بمرحلة خادم الله ودعوة التطويب مفتوحة أين أصبحت مراحل دعوة التطويب يعني هلأ أنتوا فتحت هذه الدعوة حسب معلوماتي بتشين الأول 2022 بناء على الأعجيب يلي قام فيها بناء على أي أسس فتحت هذه الدعوة في كتير من العجيب أنا بدنا نميز كمان بين العجيبة وبين النعمة اللي بناخدها مننا نعم لأنه في بعض الأشياء نحن شعبيا بنقول إنه صارت عجيبة بس هي بتكون نعمة معطاة من قبل أو بشفاعة هالخادم الرب أو هالأديس أو هالطوباوي بس بذات الوقت كمان حتى تكون عجيبة لازم تكون شيء خارق الطبيعة أو ما بيقدروا يعطوا حلول علمية أو حلول طبية للوضع اللي بيكون فيها لترجع تكون تعتبر كعجيبة ومن هالشيء فيه ظهورات فيه بعض الأشياء اللي عم بتصير غير طبيعية وطبعا عم تتسبت وارتكازها على هال الأضايا اللي عم بتجي طبعا الكنيسة كمان بتاخد بعين الاعتبار وبتسجل وبعدين بنعود هداك الوقت بنشوف إنه أي هي أكتر شيء اللي خارق الطبيعة وبتعتبر هديك العجيبة اللي بترتكز عليها الكنيسة حتى تقدر تطوبوا ومن بعد تطويب الأديس هذا الوقت بيكون منفتح لكل الشعوب لنقدر نصلي وناخد شفاعته جهارة قدام كل الشعوب إن كان بالوطن وإن كان خارج الوطن سيدنا أنا رح روح لبريك تاني بحلقتنا وأرجع من بعده نعم تفضل طبعا هلا نحن في عنا سنة بكاملة حتى نكون نخلص كمان المرحلة تكريم خادم الرب أنا رح روح لبريك سيدنا تاني بريك بحلقتنا وبرجع من بعده بتابع معك القسم الأخير من نبط بيروت يلي رح نحكي فيه عن الوحدة المسيحية رح نحكي فيه عن الاحتفال ورمزيته الوطنية بهذا الموضوع وكم كان فيه حضور رسمة وشعبة ودينة وروحة مشاهدينا بريك صغير وبرجع من بعده لتابع الحلقة عن الكاردينال أغاجانيا مشاهدينا رجعن لكم بالقسم الأخير بنبط بيروت وبرجع رح نضم إلى سيدنا الباتريارك مناسيا سيدنا برجع برحب فيك عن جديد بالقسم الأخير من نبط بيروت سيدنا أذا بدأت أحكي عن الاحتفال وقديش كان المشهد الوطني جامع في هذا الاحتفال وإلى أي مدى الكاردينال أغاجانيا كان ينادي دائما بالوحدة وكان دائما من الأشخاص التي تجمع كثيرا من كل الطوايف وكل المذاهب وكل الأديان هذا المشهد الاحتفالي الضخم يلي كان مثل ما قلت احتفال وطني إلى أي مدى كان مؤثر بحضرتك إلى أي مدى عندك هيك مقاربة أو طرح مبادرة بركة في جامع اللبنانيين أيضا كما كان المشهد في الاحتفال أنا بظن أنه هالاحتفال كان إشارة سماوية لأنه بكل بساطة أول شي حابب كمان بواسطكم أشكر الجميع من السياسيين ومن الأحزاب ومن الشعوب ومن جميع الطوايف اللي حشدت واشتركت بهذا الاحتفال كراما لهال المكرم لهال خادم الرب اللي رجع لوطنه بقدر أولى هذي بكل بساطة لأنه حب هالوطن ومش عارف أنه ليش وبأي سبب أنه تسهلت كل الأمور أنه يجي لا ياخد قراره النهائي بهالحرم بهالكنيسة بضريحه الأخير طبعا هالمشهد اللي شفنا بوجود كل السياسيين وكل الأطياف ما هي إلا إشارة متماقلت إشارة ربانية حتى تبرهلنا أنه من هالصورة نقدر نعترف بذاتنا ونعرف قوانا إن كنا ضعفة أو كنا أقوية نعم مع بعضنا وشو هو اللي بيجمعنا المحبة المتبادلة فلذلك أنا بعض الأحيان لما بحكي عن المصالحة بعض الأشخاص بيفهموني بجوز أنه المصالحة كأنه نحن مخنائين مع بعضنا وبنتصلها لا المصالحة هي أعمق بكتير من الأشياء الظاهرية لأن المصالحة هي القناعة بذاتي بكياني الموجودة اللي أنا في وهذا إذا بدك أنه بقدر أقول أنه بدل ما يكون القناعة الشخصية يكون المصالحة أول شيء مع ربي مع ضميري مع نفسي وهون بهالمرحلة ما في فرق بين المسلم والمسيحي لأنه إذا نحن نعترف بإله معناه أنه مفروض أنه يكون في عنا ضمير رباني عايش فينا ومن ثم أنا كمسيحي كمان بهال بهالأعتراف بهالمصالحة اللي أنا بيني وبين ربي بتصفي بيني وبين نفسي كمان أنه الأراء اللي أنا عندي إياها لأي خدمة حتى أنا للمجتمع لخدمة الشعب وبأي حالة من كان إن كان بالسياسة أو كان بالحياة العائلية أو كان بالحياة الكهنوتية أو كانت بحياة الاجتماعية فكل واحد منا في عنده دعوة خاصة والدعوة الخاصة ما هي إلا خدمة خدمة بس بمحبة لشيء أو لشخص والمحبة إذا كانت المبادرة ربانية روحية هي بتكون غنية أكتر بكتير من أنه تكون من شخص لشخص فلذلك أنا بعتبر أنه هال المرحلة اللي نحن عشنا فيها وفرحتنا كانت كبيرة لأنه حقيقة صورة وطنية كانت هايدي العائلة اللبنانية مثل ما قالتك كمان بكلمتي أنه هايدي هي الصورة الحقيقة لهالشعب اللبناني لهالبلد لهالوطن فما لازم نحن يعني ما نعطي أهمية أو نحمل هالمناسبات اللي بتجينا وبعض الأحيان كمان ونلازم أعترف فيها أنه أنا ما كنت أبداً أخذها بهال بهالكبر أو بهال أنا كان فكري كله مركز على خادم الرب أنه أعطيه إكرام من وطن هو حبه قبل قبل ما يحب فكانت محبة هالشعب لهالخادم الرب حقيقةً أبهرتني فأنا بقيت أنه بحني راسي قدام الكل متشكر الجميع لهالعاطفة لهالمحبة وحبز أنه هالمحبة اللي نحن بنعبرها لشخص نقدر نعبرها لبعضنا البعض ونقوم من أول جديد بحياة جديدة لمستقبل جديد بخدمة الشعب بالمساواة سيدنا بهالإحتفال الوطن الجامع يعني كمان شفناه بتطويب الباترارك لدويه باتنين قاب هل في شي خطوة هيك ما بعرف خطر يتعب بالك أنه تعمل مصالحة شاملة أنه بركة نحن بلد بل رئيس منذ فترة طويلة هل خطر ببالك تفوت بالتفاصيل هيدا هالأد أو تعمل شي مبادرة ككنيسة أرمان كاثوليك بما أنه هل أد الكاردينال أغاجانياء أحب لبنان وهل أد كان على مسافة واحدة من الجميع كما كنيسة الأرمان الكاثوليك بتصور شوفي قبل كل شي ما بروح أنا ككنيسة أرمان كاثوليك فقط بس نحن عم نشتغل سوية المجمع الباتاركي مع بعضنا البعض لخدمة وحل ووجود حلول للوضع اللي نحن موجودين فيه وبس أنا برجع بقولك يا بجوز كتيرين ما بيأخذوا بعين الاعتبار بس أنا مركز أكتر بكتير على الصلعة الهنية لأنه أنا أكيد ومقتنع من كل قلبي أنه شفاعت هالأشخاص القديسين اللي ضحوا حياتهم وتحملوا كل صعوبات حياتهم بهديك الظروف اللي عشوها إن كان من بطرق الدويهي لبطرق أعجانيان وإن كان جميع الأديسين اللي مرأوا كمان بهالمراحل بين هالأديسين بظن إنه هني قريبين أكتر بكتير لقلنا لقلنا الحل بس فيه نقطة أساسية أنا بدي أرجع أطلبها هايدي كمان نصرية إنه نحن كل واحد مننا إذا بيفكر بما يعطيه لوطنه نحن قريباً منكون وقفين على جرينا وأقوى بكتير من اللي كنا عليه بالماضي إرادة صغيرة للتناسي عن ذاتي لخدمة شعبي أنا بظنه إنه نحن نقدر ننتصر على كتير من الصعوبة ومتل ما كنت عم بقول قبل شوي ما في الزوم إنه أنا أجي لصالح المصالحة كل واحد مننا بيقدر يستعملها ابتداء بأخذ المناسبة حتى هو يعطي أول خطوة مين بتنازل الأول هو الأكبر مين اللي بيعطي أكتر هو الأكبر مش كل شي اللي أنا بيأخذه هو الحقيقة ولا كل شي اللي أنا بدي أعطيه رح يكون الحقيقة بس بهال التعاطي مع بعض ضل بعض بمحبة والمحبة ما هي إلا تضحية لذلك أنا بالمصالحة في محبة وبالمحبة هي عطاء وتنازل ومشاركة أكتر بكتير من الحوار الحوار هو إبداء أراه لبعضنا البعض فأما أن نقبلها أو نرفضها بس المصالحة هي أكتر بكتير أنه بتعطيني مجال أنه أتعايش مع الأخ مع الأخ مع العائلة مع المجتمع اللي أنا فيه فلذلك أنا بعتبر أنه هذا الشي اللي عم تطلبيه كطائبة أبا كاتوليك الكنيسة كمجمع بتاركة عم بيشتغل وراح يكمل شغله نحن ما بنحب كتير أنه نطلع على الشاشة حتى نقول شو عم بينعمل بس كونوا أكيدين أنه معد الصلاة لهالنواية لهالنية لوطن ينتصر على صعوباته في أشغال كمان عم تنعمل وبقوة الله وبشفاعة هالأديسين أنا أكيده قريبا رح نكون حلين كل مشاكلنا الإجتماعية والسياسية والوطنية وحبزا حل كما مشاكلنا الروحية برجوعنا إلى ضمائرنا وبمصالحتنا مع ربنا سيدنا بدأ استغنم الفرصة لأقرأ تغريدة كتب رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران بسيل ليلة هذا الاحتفال الوطني وقال تنفيذا لوصيته أعيد جثمان الكاردينال كريكار أغاجانيان إلى لبنان الذي انتم إليه كمسقط رأسه كان لبنان في قلبه عندما كان حيا واليوم يحتضن جثمانه عرفانا ومحبة هنيئا لأهلنا الأرمان الكاثوليك بتكريم إرس هذا الباتريارك وهنيئا للبنان وطن الرسالة طبوية وقداسة جديدة اليوم احتضان جثمان الكاردينال كما هذا التعبير لفتنا أنه كان بقلبه عندما كان حيا واليوم لبنان يحتضن جثمانه عندما كان هو عندما أصبح خادم الله إلى أي مدى هذه التشبيه بيفرجينا فعلا إلى أي مدى أحب هذا الكاردينال لبنان وإلى أي مدى حضرتك عطول بيلي اللي عم بتقوله عم بتجري بتتوصل إلى أنه الأساس هو أنه نكون نحن متصالحين مع ذاتنا ومنفتحين على الآخر شوفي التغريدة كتير حلوة وبقدرها وبشكره بس بذات الوقت كمان بدي يقولك أنه جسمان هالخادم الرب بيكامله قلبه بعده بيعشاؤه وهالقلب رح يكمل محبته لوطنه ورح يكمل عطائه ورح يكمل خدمته في سبيل هالوطن وأنا أكيد مش بس هو وهو جميع الإديسين اللبنانية اللي تعايشوا معه واللي عاشوا قبله أو بعده رح يكملوا الطريق حتى يساعدونا المهم أنه تكون نحن منفتحين لهالنعم اللي بنقدر ناخده من إرشادات ومن شفاعة هالإديسين وأنا بشكره من كل قلبي على هالتغريدة الحلوة وإن شاء الله يا رب أنه تكون حقيقة هايدي مناسبة للكل للجميع تكون فرحة وطنية متل ما كانت بهديك الساعة تقدر تكمل مشواره للمستعب القريب ونقدر نشوف حقيقة هالتمنيات اللي كلنا عم نعيشها وكلنا عم نريدها وكلنا عم نحلم فيها سيدنا هيك بتحس هلأ هيك شعور حبات وصل لك يا أنه بتحس كل ما نكون نحنا بأزمة أو بشعور يعني غريب أو لبنان عم يمرق بأزمة صعبة أو تهديد بالحرب أو حالة شي بيلمح هيك بيطلع نور وشعاع إن كان من البترك دويه وإن كان هلأ من الكاردينال لا يرجع يأكد لللبنانيين أنه أنتوا بهذه الأرض وثبتين في هذه الأرض فإلى أي مدى بتوفقني ما بعرف إذا هيك عم جارب بوصل لك المساج بتوفقني أنه نحنا عند كلمة طب فيه رسالة سماوية بتقلنا أنه لا هذه الأرض هي وقف لله وما رح خليها تدمس بدي أعطيك خبرية حلوة في يوم الأيام كان فيه كاهن كان عنده بعض الصعوبات فعمل اعتراف هيك على التليفزيون أنا كنت بصعوبات كثيرة وبعدين طلبت من ربي أنه يعطيني القوة حتى أنتصر عليهم أعطاني مشاكل أكتر لحلة فنحن كمان بعض الأحيان لازم ناخد أنه نحن إذا منريد نكون قواية حقيقة لازم نعرف كيف نحل مشاكلنا حتى نقدر نوصل للهدف وهيدي هي النعمة اللي ربنا دايما بيحطها قدامنا حتى نقدر نحن بأخذ بقبول هالصعوبات نلاقي الحلول ونكون هايدي بتصفي المصالحة المباشرة معنا ومع إلهنا مع ربنا مع مخلصنا هايدي نقطة كتير كتير مهمة بحياة كل شخص منا وبكل مشكلة اللي بنقدر نعيشها شخصياً أو اجتماعياً أو وطنياً سيدنا تأختم مع حضرتك أنا بعد معي على قد حوالي خمس دقائق حضرتك عملت جولة على كل المسؤولين قبل الاحتفال صحيح ودعيتهم باعتقد بشكل شخصي شو لمست منهم خلال هيدا اللقاءات الأفريقاء السياسيين في مشكلة بالصوت سيدنا عم تسمعني إذن مشاهدين كنا عم نحكي عن الاحتفال مع الكاردينال أغاجانيان يلي هو ولد صحيح بجورجيا إنما كانت حياته بلبنان مثال للقضيسة ومثال للتقوى واللي أحب لبنان لدرجة أنه أخذوا القرار بإعادة جثمانه يلي بقي كامل كما هو بعد 53 سنة على وفاته طبعاً مثل ما قال سيدنا من السياسيين أنه بالأول تغير اللون لكن الجثمين بقي كما هو وأخذوا إذن خاص من الفاتيكا على نهار واحد أنه يفتحوا هذا الجثمين اللي هو ممنوع قبل ما يصير طباوي رسمياً ويرفع على مذابح الكنيسة إنما أخذ هذا الإذن بفتحه لنهار واحد لحين يشوفوا الناس ويتباركوا المؤمنين وطبعاً بمسيرة بسحة الشهداء رجع الباتريارك معنا سيدنا رجعت عم تسمعنا نعم سيدنا أنا بعد معي أربع دقائق على الآخر سؤال تعم بيسألوا لحضرتك حضرتك قمت بجولة على كل الفعاليات السياسية وعلى كل المسؤولين السياسيين والروحيين قبل الاحتفال وضعيتهم لقلوا شو لمست منهم بهيدا الجولة كنت بتسأل مع نفسي إنه إذا فيه كل هال إراجة الصالحة والطيبة والانفتاح والبساطة بكل هالأشخاص والشخصيات اللي أنا ظرفها فوين يبقى المشكل بس قناعتي آخيراً إنه بعض الأحيان عندنا الإرادة الصالحة ولكن المحيط اللي نحن بنعيش فيه بيخلينا إنه نتردد أو بيخلينا نوعاً ما بظرف إنه ما نقدر ناخد هذا الخط الكثير وننتقل نحائياً على المشكل العويسة اللي نحن نعيش فيه بس مع ذلك ما بقطع الأمل والرجاء لأنه أنا أكيد رغم كل الطبات بعيدة ورجع بعيدة كمان مضى إنه هذه المرحلة هي وبسمع هذه المرحلة تمره ورح تمره رح نرجع إلى أحسن من ما كنا عليه في الماضي سيدنا أنا بدأت شكرك على هالحلقة اللي خصصت فيها لنحكي عن مكرم وخادم الله على طريق التطويب والقديسة بطريرك الأمس وقدس اليوم بدأت شكرك كثير بدأت شكرك على الروح الإيجابية اللي حطيط فينا وبكل المشاهدين بدأت كلمة أخيرة منك قبل ما أختم كلمة شكر وكلمة محبة وحقيقة أنه أنا من ناحتي أضمني برجع أقول أنه الصلاة هي رح تكون يمضوع الخلاص ويمضوع عن المشاكل كلها وبس ما تكون بس صلاة مفردة تكون صلاة مجتمعة من جميع الأنحاء ومن جميع الأرض ومن جميع الأذيان لأنه إذا كنا حقيقة نحن مع ربنا مع خالقنا مع مخلصنا أنا أكيد نعمة الرب وولا بشكل رح تكون غايبة عن حياة بالعكس رح تكون فيه نشأة جديدة وروحة جديدة وهذا كل شيء اللي أنا بتبنى لوطن الحديث لنا وأنا بدأت شكرك سيدنا وبدأ نضم أمنيتنا لأمنيتك شكرا على هذه الحلقة وعلى أمل أنه دايما لبنان يكون منبت للقدسين ويظل وطن الرسالة وأرض القدسين وسيبقى كما قال عنه البابا القديس يحن بولو ستاني لبنان الرسالة وهو أكثر من بلد هو رسالة رسالة محبة وتعايش وسلام وسينودوس خاص من أجله وسينودوس كانائس الشرق الأوسط وقع في لبنان وهذا كل دليل على أنه مهما وقع هذا البلد رح يضل وطن الرسالة وأرض القديسين مشاهدين بتشكركم على متابعتكم بهذه الحلقة على أمل التأيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وعلى أمل أنه دايما يكون فيه قديسين جديد بوطننا يلي هو بأمس الحاجة للقديسة مع كل المحن والأخطار يلي عم تتهدد فيه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر